وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما يمنعك أن تستمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين رواه النسائي في الكبرى هذا حديث عظيم في باب أذكار طرفي النهار مجتمل على وصية عظيمة الموصي هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه والموصى بذلك بنته سيدة نساء العالمين رمي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين فهذه وصية لها شأن عظيم ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بها قال لها عليه الصلاة والسلام ما يمنعك أن تستمعي ما أوصيك به وهذا فيه حث لها رضي الله عنها أن تنتبه وأن تعتني بهذه الوصية العظيمة التي سيوصيها بها عليه الصلاة والسلام قال أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت أي في الصباح وفي المساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفتين وهذه الكلمة التي جاءت في هذه الوصية والتي يستحب أن تقال في الصباح وفي المساء هي كلمة تفويض فيستحب للمسلم أن يفتتح يومه بالتفويض وأن يبدأ أيضا مساءه وليله بالتفويض تفويض أمره إلى الله فقوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفت عين تبدأ يومك مفوضا أمرك إلى الله متبرئا من حول نفسك وقوتها سائلا ربك جل في علاه أن لا يكلك إلى نفسك لأنه لو وكلك إلى نفسك في يومك أو وكلك إلى نفسك في ليلتك وكلك إلى ضعف وعجز فالتوفيق أن لا يكلك الله إلا إليه والخذلان والعياذ بالله أن يوكل العبد إلى نفسه ولهذا يستحب كل يوم أن تبرأ من حول نفسك وقوتها وأن تعلن ضعفك لا تكني إلى نفسي كأنك تقول أنا ضعيف عاجز في كل أوقاتي في ضعف أبرأ من حول نفسي وقوتها لا حول لي ولا قوة إلا بك فلا تكني إلى نفسي طرفة عين أي ولا وقتا يسيرا ولا لحظة يسيرة فالمراد بطرفة العين الوقت اليسير ولهذا لا يصلح أن يضاف إليها ولا أقل من ذلك فهذا من الخطأ وفيه استدراك على الحديث لأن طرفة العين هي أقل شيء قوله أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم هذا توسل إلى الله بهذين الإسمين العظيمين ومن أهل العلم من يرى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وقوله برحمتك أستغيث أي أطلب منك يا الله متوسلا إليك برحمتك أن تغيثني طالبا منك نجاتي وسلامتي وعافيتي وقوله أصلح لي شأن كل هذه تتناول جميع شؤونك الدينية والدنيوية وجميع مصالحك وأنت بهذا الدعاء في الصباح وأيضا في المساء تقر أن جميع مصالحك متعطلة إلا إذا يسرها الله لك وغير ناجحة إلا إذا وفقك الله وأعانك على تحصيلها وقوله ولا تكني إلى نفسي أي إلى فهمي ولا إلى علمي ولا إلى قدرتي ولا إلى مهارتي ولا إلى خبرتي إلى آخره كل هذا لا تكني إليه بل لا تكني إلا إليك فعلمي قليل وقوتي ضعيفة وقدرتي واهية وكل أحوالي ضعيفة لا حول لي ولا قوة إلا بك فلا تكني إلى نفسي ضرفة عين والإنسان إذا وكل إلى نفسه يضيع ومن اعتمد على غير الله على نفسه أو على مخلوق من المخلوقات فهو في ضياء والمسلم لا يلجأ إلا إلى الله ولا يستعين إلا بالله ولا يفوض أموره إلا إلى الله فلا غنى له عن ربه ضرفة عين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالعبد فيه فقر ذاتي لسيده ومولاه والله عز وجل فيه غنى كامل عن المخلوقات ولهذا لا غنى للإنسان عن الله ضرفة عين ولو وكل الإنسان إلى نفسه ولو لحظة واحدة ضاع فقوله فلا تكني إلى نفسي ضرفة عين أي لا تكني إلا إليك وإذا فوض العبد أمره إلى ربه وفق وكفي وهدي كما في دعاء الخروج من المنزل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتنح له الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي رواه أبو داود وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى أليس الله بكاف عبده وقال تعالى عليه يتوكل المتوكلون فالذي يتوكل على الله عز وجل ويعتمد تمام الاعتماد عليه وينجأ إليه تمام الالتجاء يسدد ويوفق ويعان ويهدى إلى صراط الله المستقيم قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قال الشوكاني رحمه الله في بيان مكانة تلك الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة فيما تقوله كل صباح ومساء قال والحديث من جوامع الكلم لأن صلاح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة فلا يفر شيء منها فيفوز قائل هذا إذا تفضل الله عليه بالإجابة بخير للدنيا والآخرة مع ما في الحديث من تفويض الأمور إلى الرب سبحانه وتعالى فإن ذلك من أعظم الإيمان وأجل خصاله وأشرف أنواعه